اشتركوا في القناة وحاولت مرأة وما قدرت فيه وجاءوا يهدمون صومعتهم منين درينا بهذا محمد قص محمد أخبر صلى الله عليه وسلم ولماذا يعطني رواها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد وغيره روا لنا قصة جريج وما حصل لجريج وخبرها مع دنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أيذكر نبينا صلحاء الأمام السابقة ثم لا يذكر لا يرضى أن نحن نذكر صلحة أمته معقول هذا يذكر لنا أخبار صلحة الأمام السابقة وبعدين ما يرضى أن نحن نذكر أخبار صلحة أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته خير الأمم وعرفنا خبر جريج وعرفنا خبر أصحاب الغار الثلاثة وعرفنا خبر أصحاب الأخدود وما حصل لهم وجريج وعادها كرامات وكلام في المهد ثاني غير كلام عيسى بن مريم لما جاءت المرأة الخبيثة تريد أن تفتن قالوا لها بعض الأهل السوء وهكذا أفكار أهل السوء في مختلف الأوقات والأماكن قالوا هذا عابد صالح قاعج بأذى الطريقة من بيفتنوا من بيخرجوا عن هذا المغرب وأنتوا تحبون فتنة عباد الله وتحبون الناس يسوءون بدل للإحسان كما كم هكذا أفكار بعض الناس في كل وقت وجاء أولد المرأة كانت من أجمل النساء وقالوا تفتن نعطيك كذا قالت سهل ظنته مثل غيره وجاءت لها عند صومعة ولم يلتفت إليها ولم يفتح لها ولم يسمع إلى كلامه في عبادته حتى تعبت وانصرغت تلقت الرجل يسمى الراعي ومكنته من نفسها وحملت لما ولدت مسكوه غير متزوجة أخذوها إلى الملك وعاد الملوك في تلك الأيام أحسن من أهل الإنحلال في زماننا اللي يسمون نفسهم متحضرين وتقدمين صلح ما شئت ما دام بتراضي حلاء لو عودوا بالله وعاد جاءبوا خبر ما عرفته الأمام السابقة قوم فقط مميزين اسمهم قوم لوط خسف الله بهم الأرض وجعلهم عبرة لمن اعتبرت فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربيكما هي من الظالمين ببعيد هذه الأمة شذت وحدها جاءت الحضارة حقنا تصلح للشذوذ هذا تتقفز قفزه وصلح للشذوذ عادوا قوانين وتدعوا الدول حقها خرجوا قانون زواج مثليين نعوذ بلا كلام ما يستحي العاقل أن يذكره وأن يقول ما هذا الخسة ما هذا السقوط هذا انحطاط الإنسان وقت التحضر والتقدم وعقوب الإنسان هذا الخباثة والتعاسة والوصول إلى أبعد الحدود في السقوط والعياد بالله تبارك وتعالى لكن كان الملوك يأخذون على هذه الجريمة ما سكوها منه من ينجلت البلاد؟ قالت جريج تكذب على جريج العابد ويجريج العابد في السماء قال هذا الذي يصلح نفسه من العباد كسروا سماءته خرجوا ودقوا للجنود ما لكم؟ قال ما لكم؟ وصوله هنا دعوة من أمه يصلي وأمه يا جريج ويقول يا رب صلاة يا أمي فاختار يستمر في الصلاة وترك أمه مدة وهي تصيح عليه لما أبطى عليها قال لا أماتك الله حتى يريك وجوه الممسعد تشوف وجوه الزانيات هذا يسعدونها مصيبة والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا المصيبة بعض الناس يدورها لنفسه يقول بالجوال كذا بغامن وجوه الممسعد هذا المصيبة دعوة دعوة من المصائب التي أصابه سيدنا جريج لما شافهن تبسم ذكر الدعوة حق أمه قال ذا لي وصل لهذا المكان دعوة أمي فلما دخل عند الملك قال أنت تفعلها قال أبدا قال هي تقول كذا قال أين الطفل وين الولد طفل صغير جاء من أبو قال الراي باهلوا قال صلى الله عليه وسلم في تعبير النبي فيما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد فأقبلوا عليه يتمسحون به صوفيا سمهم ما تسميهم القصد هذا سنة الصالحين في العزمان كلها هذه طريقة أهل الدين في القرون كلها حتى في الأمم السابقة فأقبلوا عليه يتمسحون به وقالوا أنا ابني صومعتك من فضة أم نبنيها من ذهب قال لا فضة ولا ذهب ردوها كما كانت طين وأحجار كانوا ردوا لي صومعتها وعبد الله تعالى فيه علموا أنه ولي وأظهر الله لهذه الكرامة وتمسحوا به وخرج مكرم ونجاه الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر